اه طاقة الجمود طلعت مقلوبة عم بشوبك عم تتحرك هادا الشهر شوب في برج الجوزاء في اشخاص من برج الجوزاء لهم تقريبا اكتر من سنتين خلينا نقول او تلت سنين حاطين في موضوع في بالهم يمكن يكون عمل بدهم يتركوا العمل وكتير مترددين بدهم يغيروا العمل وكتير مترددين او يمكن بالعاطفة ما متحدد هذا الشي بالطاقة الطاقة بشكل عام تيجي فعم بشوفك هذا الشهر عم بتقرر واخيرا انك تطلع من هذا الموضوع نهائيا عم بتحط حد لهذا الموضوع بشكل نهائي عم تتجرأ شايفي في عندك جرأة كبيرة هذا الشهر من بعد حيرة لازمتك فترة طويلة عم بتحاول مش بتحاول لا فعلا عم تقطع الموضوع كله وتختار الشغلة من الشغلتين اكتر شي عم بشوفها انه تغيير عمل عمل انت كنت كتير ملازمه لك فترة طويلة عم بتغيره او عم تقرر انك تتركه تغير مجالك او ممكن يكون على العاطفة بشكل عام خلينا نشوف لبرج الجوزاء برج الجوزاء هذا الشهر فيه زي ما قلتلك انت رح تاخد قرار كبير فيه قرار كبير في حياتك انت كنت اجله لك فترة وهيك عم بشوفك بتاخده تكسر كل شي يعني رح تكسر كل خلينا نقول مش ما بادقك انت دايما برج الجوزاء بتأجل الامور او عندك شوية حيرة يعني دايما في عندك حيرة بالامور كزا هذا الشهر لأ عم بشوفك بتكسر كل اشي وتطلع من وكأنك صبرت لفترة طويلة على موضوع معين على شخص وخلص انفجرت يعني اخدت قرار صارم اخدت قرار صارم بانك بعد طبعا بعد ما امتلكت كل الادوات انك تاخد هذا القرار وانا بشوفه قرار سليم جدا لانه الورق كله ايجابي بعد هذا القرار رح تدخل سايكل حياة جديدة بكل الاشكال لكن في تغييرات يعني على حياتك اليومية العادية رح تحاول تعملها شايفي فيه شي جديد عم يدخل حياتك وفيه شي عم يطلع من حياتك فيه تغيير جذري ما عم بقول هيك تضخيم لأ فعلا كل الورق عم بيقول فيه تغيير جذري من بعد قلتلك فترة طويلة كنت اجل موضوع معين عم بشوف عندك الطاقة الكاملة انك تعمل هذا الشي وصبرك كان في محله استنيت لما خلص صار خلينا نقول الموضوع بجيبتك او ضمنت موضوع معين اخدت هذا القرار او رح تاخده ولكن هذا الموضوع كلياته رح يصير بتكتم انت مكتم على الموضوع اساسا يمكن كمان مخبي فلوس او فيه فلوس رح تجيه لك شايفي فيه عندك كمان امنية في العمل عم تتحقق فيه شخص كتير زعجك بالشغل فيه ممكن تكون انثى مو شرط انثى بس الاغلب انها انثى انثى مائية ممكن تكون مائية او نارية المهم هذا الشخص او ممكن يكون ذكر ما ما دخل هذا الشخص كتير ازاك كتير على فكرة ممكن يكون كمان ترابي ازاك كتير ولكن عم ياخد يعني عم ياخد نصيبه شوي شوي عم بتجازع على افعاله شوي شوي وكأنك خلص قررت تترك يمكن هذا الشغل بسبب هذا الشخص ممكن شايفي عندك طاقة انتظار انا السيناريو كله عم بشوفه عمل ما بعرف ليش كله عم بيكون السيناريو عمل ما عم بشوف عاطفة في هذا السيناريو رح نفتح طبعا للعاطفة ولكن يمكن تركيزك كبير هذا الشهر على العمل يا جوزاء على العمل والمادة شايفي فيه فرحة فيه شخص من برج الجوزاء ممكن يكون زيك ممكن يكون هوائي ممكن يكون ناري او قوس او اسد هدول الاشخاص اذا كنت بتعرف منهم فهو رح يساعدك في هذا الموضوع فيه موضوع العمل الجديد او الامر الجديد اللي عم تعمله اذا فيه تغيرات فيه او تحضير ممكن لتغيرات معينة ممكن انك تحضر بشهر اكتوبر لهذا الموضوع وتنفزه بشهر نوفمبر بس التغيير موجود تغيير موجود بشكل كبير شايفي كمان في هذا الكرت ممكن يكون حمل عند نساء برج الجوزاء في فرصة حمل هاي الفترة خلينا نقول مش بس اكتوبر انا عم بفتح لاكتوبر بس عم بشوف هلأ الطاقة عم تمتد شوي لنوفمبر فعم بشوف ممكن يكون في حمل اما في اكتوبر او نوفمبر الطاقات اللي عم بتكون عندنا عم بتكون في دلو اسد هذا بشوفه قوس هذا بشوفه جوزاء حتى انا احيانا بشوف كروت بشوفها برج معين مع انه ما يعني ما ناس كتير يعني ما بتغتنع بس انا بشوف هاي الابراج اكتر الطاقات عم بتكون مائية هوائية ترابية نشوف بالنسبة للعاطفة بشكل سريع زي ما قلتلك هذا شهر القرارات هذا شهر يعني شهر خلينا نقول صبرت كتير وخلاص بكفي بالنسبة لبرج الجوزاء عم يقلب الطاولة على كل الاصعدة وكأنه ما خلاص من الانتظار او من الصبر على اشخاص معينين بشكل عام اكتر شي بالنسبة لل بالنسبة للاشخاص العزاب او الارامل او المطلقين شايفي في شخص معجب في شخص مقبل جديد هذا الشخص ممكن تكون طاقته نارية ممكن هوائية ممكن يكون سرطان هذا الشخص عم براقب من بعيد ولكن شايفي رح ياخد خطوة هذا الشهر عم بيفتح معاكم موضوع في بايده شغلية ما بعرف عرض زواج او عرض على علاقة جدية لكن بشوف الهيئة جدية العلاقة جدية نوعا ما شايفيتك عم بتحط كل الامور المشاكل العاطفية تحت اجريك انت والشريك يعني مبين من الورق انه الاغلب منفصل او على مشاكل مع الحبيب كان بالفترة الماضية عم بشوفك من بعد العواصف من بعد الامواج الهايجة صار في مشاكل كتير يعني المبين بالفترة الماضية عم بتحطها كل الاتها تحت اجرك عم تكون قاعد على البحر تشرب طبعا هذا بشكل مجازي انا عم بقول يعني ترجمته بيكون انتوا عارفين كيف تترجموا الاوراق عم تحطوا الاتنيناتكم عم تحطوا المشاكل تحت اجريكم وتمشوا عم بتسكتوا اشخاص عم بيكون في عم بيكون في استشفاء برضه من طاقة سلبية عندك هذا الشهر ممكن يتم على خير هذا الاستشفاء مع هذا الشهر او شهر نوفمبر ممكن انك خلاص يتم الاستشفاء عندك اذا كنت عم تستنى انك او عم تعمل استشفاء لطاقة سلبية معينة فانا بشوف عندك استشفاء ان شاء الله مية بالمية في هاي الفترة في اكتوبر او نوفمبر لان الطاقة عم تمتد شوي بهاي الورق انا عم بشوف عم بشوفك سعيد بشكل عام على الناحية من الناحية العاطفية في امنيتين في شغلتين في خبرين على الصعيد العاطفي اثناتهم رح يكونوا متلاحقين شوف شغلة صغيرة بعدين تيجي الشغل الاكبر واكنه رجوع بعدين الزواج انا ما بحكي الزواج هلأ رح يتم ولكن هاي كلها بوادر خير او خلينا نقول وعود ممكن تكون تحضيرات اخبار مطمئنة شايف الشريك عم بيحملك شي عم بيحملك مفاجأة شايف رجوع بالنسبة للمنفصلين بشكل عام في اجتماع مع الشريك ولكن هذا الاجتماع رح يكون بعد بعد اخدوا عطا كتير بعد جاكرة قعدتوا فترة طويلة يمكن تجاكرو ببعض شايف لأ خلص وكنه مليتوا الاثنين من البعد مليتوا من المواضيع البلطة عميل شايف كل المشاكل كانت عم تصير على امور كتير تافهة ولكن كنتوا عم بتكبروها انت او الطرف الثاني طبعا القراءات العاطفية بتكون عكسية احيانا شايف في عندك حتى المال دخل عندك على الخط هون من كتر ما انت مشغول بالعمل يا جوزة والمادة عم يدخل كمان حتى على العاطفة اللي فتحناها فعم بشوف في اموال في اموال ممكن تكون من جهة الشريك جاية اذا كنت متزوج الشريك رح يصير في عنده زيادة في المادة كمان هذا الكرت بشوف في زواج او بشوف في رجوع في بوادر خير في امور حلوة وفي عندك استشفاء يعني في عندك استشفاء من طاقة سلبية يا جوزة التحذير لهذا الشهر